حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم حدثنا حسين بن ذكوانا عن اسحاق ابن عبدالله ابن ابي طلحة عن عبدالله ابن محمد عن امرأة منهم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اكل بشمالي وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال لا تأكل بشمالك وقد جعل الله لك يمينا او قال وقد اطلق الله يمينك قالت فتحولت شمال يميني فما اكلت بها بعد